ما يتصدر المشهد الآن هو كلمات الشيخ يوسف القرداوي الأخيرة التي هاجم فيها بعض الدول هذه أمور سياسية نتركها جانبا ولكن ندخل في الأمر الذي يختص بنا وهو الأمر الفقهي يقول الشيخ في سيق كلام الشيخ يوسف القرداوي تبين أن الشيعة خدعوني هو يوصف هذا الأمر وقال لم يستثني الطائفة العلوية من الهجوم بعد هجومه على الشيعة لكن قال كلمة كانت شديدة قليلا وهو وصف العلويين بأنهم أكثر من اليهود ومصر نعوذ الله إذا تسمح لي أن أجيب بالنسبة إلى العلويين أنا طبعا عندي دراسة شاملة عن المذهب أو الفرق العلوية أستطيع أن أقول بأن أغلب العلويين الذين هم في سوريا وأغلبهم في تركيا كما يعلم الأخوة والأخوات يعني هناك أكثر من 25 مليون علوي في تركيا وفي سوريا وأيضا هناك فئة قليلة في إيران وفي بعض البلدان العلويون هم مسلمون هم مسلمون ونعم هناك فئة قليلة جدا من العلويين أصابهم الغلوه عندهم غلوه ولكن فئة قليلة يعني فئة غير منظورة بالنسبة إلى أغلب الفئة الطائفة العلوية فهذا التكفير الذي لم نكن نتمنى للشيخ القرداوي أن يقع فيه الظهر أن الشيخ القرداوي للأسف يعني يتكلم في هذه الأيام بعصبية يتكلم عن هوى لأن العلويين مسلمون ولو أجرى دراسة بسيطة عن عقائد العلويين بغض النظر أنهم الآن مثلا أحيانا لا يقومون ببعض الواجبات الشرعية هذا كما ذكرت سابقا لأنهم وقعوا في شبهة هم وقعوا في شبهة مثلا تقول لهم لماذا لا تحجوا يقولون لأن الحج سقط عنا بسبب الظروف بسبب الطقية مثلا ومشاكل ذلك فهم لا ينكرون الحج لا ينكرون الصلاة لا ينكرون الحجاب لا ينكرون قصة الإسلام ولكن وقعوا في شبهة معينة الأدت بهم إلى ترك بعض الواجبات الشرعية وحصل عندهم انحرفات على مستوى الشرعي ربما الشبهة أتك من هنا يعني أنهم الآن ينكرون بعض أصول الدين حكم عليهم الشيخ القضاء بهذا الحكم هذا غير صحيح لو أنه كان لديه مطالعة حول العلويين لا يصل إلى هذه النتيجة لأن العلوي يؤمن بالله وبالرسول ويؤمن بالمعاد ويؤمن أيضا يعني كثير منهم يؤمنون حتى بالأئمة الأئمة الاثنى عشر أو الخلفاء الاثنى عشر ولكن ينكر الحج مثلا هو لا ينكر الحج يقول أن الحج الآن ساقط عني لماذا؟ لأنني أعيش في ظروف معينة لا أستطيع أن أحج عنده وقع في شبه ولكن يؤمن به كفريضة نعم ولكن يؤمن به كذلك بالنسبة إلى الصلاة ومشاكل ذلك فأنا أعتقد بأن هذه الفتوى خطيرة جدا وللأسف لا نتمنى أننا للشاه القرداء وأن يقع كما يعني فتوى اقتلوا كل من هو مع النظام سياسي عسكري هذه الفتاة وأنا أعتقد بأنه يعني لا تعبر عن لا تستقيم مع القرآن الكريم مع السنة النبوية الشريفة العلويون مسلمون الدروز أيضا مسلمون هذا المنهج التكفيري لا نتمنى للشاه القرداء الفئة التكفيرية للأسف كما نلاحظ هي التي تزرع الفتنة في كل مكان حتى في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل مكان لا نتمنى للشاه القرداء أن يدخل مع هذه الجوقة جوقة المكفرين وكبار الوجهاء أو كبار علماء العلويين أكدوا على هذه الحقيقة حتى لدي نص مكتوب من كبار علماء العلويين بأننا نحن مسلمون ونتبع نهج الأمة الاثنى عشر يعني وفي ظل هذه الظرف الحضرة ليس من المعقول ولا المنطقي أن نثير هذه التساؤلات وعلمات الاستفهام حول هذا هل هو مسلم أو غير مسلم نعم نعم لأن هذا يسبب سفك الدماء لأسف الشديد نحن بالإسلام القاعدة هي أنه الدخول في الإسلام سهل نعم والإخراج من الإسلام صعب صعب جدا صعب جدا شكرا فكل من تشاهد بالشهادتين فهو مسلم نعم حتى يثبت العكس ويثبت بكفر بواع نعم بدليل قطعي بدليل صريح شكرا فللأسف يعني أن يقع الشيخ القرضاوي في هذا الخطأ وهذه الشبهة نعم ترجمة نانسي قنقر